السلام عليكم ورحمة الله درسي اليوم اللغة الإنجليزية للصفة السادسة الابتدائي عندي قطعة عن نفسك أكتب عن نفسك وعن عائلتك هذه قطعة إنشائية لطلبة السادسة الابتدائي يقول لك شلو منطق السؤال write about yourself and your family write يعني about yourself أكتب عن نفسك وعن عائلتك family العائلة وyourself هذه yourself نفسك وfamily العائلة يقول لي أكتب عن نفسك وعن عائلتك يلا عيني My name is Wisam My name is Wisam اسمي Wisam And I'm Iraqi وأنا عراقي I'm 12 عمري 12 سنة I live with my mom أعيش مع أمي and dad وأبي in Baghdad في Baghdad I have a brother and sister أنا عندي أولدي أخ وأخت My dad is a farmer وأبي يكون مزارع He works on a farm هو يعمل في المزرعة My mom is a teacher وأمي معلمة in a school أمي تكون معلمة في المدرسة We go to school by bus نحن نذهب إلى المدرسة بواسطة الباص When I grow up عندما أكبر I want to be a doctor عندما أكبر أريد أن أكون طبيب because I love it لأنني أحب ذلك أختارت قطعة كلماتها كل شيء سهلة يعني ما أختارت هذا المهندس ولا أختارت البرنامج التكنولوجي ولا الحاسب ولا شيء أختارت يعني كلماتها بسيطة الفارم المزارع والتيتشر والسكول ودكتر يعني أختارت بس هذني النماذج فقطعة كل شيء سهلة وأكتب عن نفسك وعن عائلتك وإنت كيفك تريد تغير الاسم تريد تغير العمور والسادس هو 12 سنة تريد تغير المهنة مهنة أبوك مهنة أمك تريد إش قد عندك أخوان إش قد عندك خوات تريد عندما تكبر أنا كتب الدكتور كيفك ش تريد يسوي سوي لكن هاي قطعة كل شيء سهلة رح أعيد قراءتها ونختم المحاضرة يلا عيني My name is Wasam and I'm Iraqi I am 12 I live with my mom and dad in Baghdad I have a brother and sister My dad is a farmer He works on a farm My mom is a teacher in a school We go to school by bus When I grow up I want to be a doctor because I love it وإن شاء الله التوفيق He works on a farm I want to be a child He works on a farm and I love it He works on a farm He works on a farm